أعزائي مشاهدين قناة الحياة أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تعود بنا قليلا إلى الماضي إلى اليهودية المبكرة في مركز اهتماماتي الرئيسي في موضوع اليهودية في الواقع هو اليهودية المبكرة لماذا؟ لأنه كان جزءا من المناخ الثقافي الذي انبثق منه الإسلام وبهذا السبب فأي شيء بتعلق في اليهودية المبكرة هو من الموضوعات الشيقة والعزيزة على قلبي وفي هذه الحلقة سوف نقدم نبزة عن جانب معين ثقافي في تلك الفترة من اليهودية المبكرة بمعنى يهودية ما قبل الإسلام بخصوص دراسة الأطفال للتوراة كيف كان في الماضي قبل الإسلام أهمية ودراسة التوراة بخصوص اليهود الأطفال للتوراة مكانة كبيرة في اليهودية ودراسة التوراة واجب مقدس وكانت قراءته تتم في مناسبات العبادة العامة في السبب والاثنين والخميس والأعياد وفي الهيكل فضلا عن اجتماعات العامة في الفكر الديني اليهودي ينظر إلى دراسة التوراة على أنه عبادة تقرب الشخص إلى الله القراءات في الكنس أو في المجمع كانت القراءات في التوراة تتم في الكنس وكان يكون بقراءة أفراد من العامة في أيام السبب كان يقرأ على الأقل سبب أشخاص من التوراة وشخص واحد كان يقرأ من الأنبياء وكان ثمة واحد على الأقل يقوم بترجمة تلك القراءات دراسة التوراة نظر عليها في القرون الأولى على أنها عمل عبادة فكان المجتمع اليهودي ينظر إلى دراسة الأطفال للتوراة على أنه له الأولوية تسبق أولوية إذن مركزية التوراة بالنسبة لليهود قديما كانت كبيرة بحيث اعتبرت أن دراسة التوراة هي أولوية للطفل تسبق كل أولوية وكانت دراسة التوراة علامة بارزة في الحياة الدينية اليهودية في فترة هيكل الثاني بمعنى منذ تأسيس الهيكل إلى سنة السبعين ميلادية بعد دمار الهيكل وما بعده فالدراسة لم تكن مقتصرة على النخب الدينية أو الحكماء أو في المؤسسات الدينية أو المدارس أو الكنس بل كانت التوراة جزء من الحياة اليهودية العامة وكانت دراستها موضع اهتمام كبير في كل الأوقات والأدب اليهودي المبكر يوجب تعليم التوراة للصبيان في حسب المناسبة لماذا؟ كان ينظر أن هذا العمل هو عمل خاص بالرجال وبهذا السبب كان يتم اهتمام تعليم الأطفال الصبيان في دراسة التوراة وهذا الرأي نجده بمعنى الاهتمام في تعليم الأطفال الصبيان نجده في الأدب اليهودي المبكر كان ينظر إلى أن التعليم الأبجدية العبرية أنه نوع من العبادة وهذا ما يفسر المقولة في التلميذ التي تقول لا يجب أن يهمل التلاميذ دراستهم ولو كان لبناء الهيكل بمعنى إن كان صباحا يوجد صباحا يوجد تلاميذ يدرسون التوراة وفي الطرف الآخر يجري عملية بناء الهيكل لا يجوز لهؤلاء الأطفال أن يتركوا الدراسة وينشغلوا عنها ويساعدوا في بناء الهيكل هذا موضوع موجود أيضا في التلميذ البابلي شبات يتحدث عن أن الأولوية هي لدراسة التوراة قبل بناء الهيكل وأكثر من ذلك يعتقد الأحبار أن الاستمرار العالم أن العالم قائم فقط بسبب الأطفال الذين يتعلمون إذ يقول العالم فقط يدوم لأجل أنفاس التلاميذ بمعنى بقاء العالم بمعنى الله لم يؤخر نهاية العالم لوجود أطفال تذهب وتتعلم التوراة وسمت قصة مهمة جدا في المدراش تقول أني سؤل أحد الحكماء ما هو المقتل المناسب لتدمير هذا الشعب لتدمير إسرائيل فجاء الجواب إلى السؤال اذهبوا شخص سؤل أني متى من المناسب أن نقدر على تدمير هذا الشعب في المدراش يقول اذهبوا وانظروا في مجاميهم ومدارسهم فأن وجدتم أطفالهم فيها وأصواتهم تصدع فأنكم لن تقدروا على إخضام إذن إيمان شديد بأن الله يبسط حماية خاصة على الشعب لأنه يوجد أطفال يتعلمون التوراة إذن تطالب التعليم الحبرية الآباء أن يأخذوا على أنفسهم مسؤولية تعليم الأطفال للتوراة وتعتبروا واجبا من واجبات الأبوة بمعنى من أساسيات وواجبات الأبوة في التشريع اليهودي الخديم أنه يجب على الأب أن يوفر فرصة أن يتعلم ابنه التوراة وفي مقطع مبكر نجد أنه أيضا مشروط الأب أو الواجبات الأب أن يعلمه أمرين يعلمه التوراة ويعلمه حرفه متى بدأ الاهتمام بموضوع دراسة التوراة في الواقع؟ يعني متى بدأ يشعر اليهود بأهمية التوراة وأن يعطوه أهمية مركزية؟ الاهتمام الرئيس أو الكبير بدراسة التوراة جاء بعد رجوع المافيين من بابل وبعد أن ظهرت مختلف الفرق اليهودية والتي كان لها اجتهادات أقائدية مختلفة إلا أن كلها كانت متفقة بمعنى كانت توجد طواف يهودية لا تباين في الأراء لأن كلها كانت متفقة على أن التوراة هو المرجع التشريعي والمرشد الروحي للشعب اليهودي في كل الأصور لقد كانت التوراة أساس كامل المنظومة الاجتماعية والتشريعية ومنهج حياة المجتمع والأفراد وفي فترة الهيكل الثاني وبعد دمر الهيكل تطورت أساليب تعليم الأطفال لهذا نجد في كتاب الفصح يسمى السيدر بساخ أسئلة موجهة للأطفال لماذا؟ لتشجيعهم على الاهتمام والمشاركة وثمت تشريعات تفرض الاهتمام بالتعليم الأطفال وأن يعرفوا الوصايا ماذا يفرض أيضا التشريع اليهودي؟ يقول التشريع أن كل الشخص قادر على تعليم التوراة عليه وجوب أن يعلم التوراة كل الشخص قادر أن يعرف التوراة واجب أن يعلمه للآخرين ومن كان قادرا على ذلك ولم يعلمه فقد ازدرها كلمة الله يأخذ التلمود من العدد 15-31 يقول فقد ازدرها كلمة الله يبني عليها يقول في رسالة السنهادرين يبني اجتهادا يقول أن من هو قادر على تعليم التوراة ولا يعلمه فكأنه ازدرها كلمة الله لهذا تتحدث المصادر التاريخية أنه في أورشاليم كان قبل السنة 70 ميلادية قبل دمار الهيكل 480 مجمع وفي كل كنيس كان يوجد بيت الكتاب بيت سيفغ بيت الكتاب أو بيت سيفغ لدراسة الشريعة الشفوية وبيت تلميذ بيت التعليم لدراسة الشريعة المكتوبة إذن نحن نأتي إلى ما يسمى المؤسسات التعليمية أو الهياكل التعليمية أين كان الناس أو الأطفال يتعلمون ما هي المؤسسات أو المدارس يوجد إذن الهياكل التالية بيت السيفغ أي بيت الكتاب حيث تحكي المصادر الفلسطينية التلمودية عن تقسيم بيت السيفغ اللي يجري فيه قراءة الشريعة المكتوبة وتعليمها بيت التعليم الذي كان أيضا بيت تلميذ حيث كان التلميذ يتعلم المشنة والشريعة الشفوية ففي بيت سيفغ يتعلم الطفل الأبجدية والقراءة كما وجدت مؤسسات أخرى تسمى بيت مدراش لما الطفل بيخلص من بيت سيفغ يمكن يشابه أحيانا الكتاب بالمصطلح الإسلامي في الشرق عندما يجتز هذه المرحلة ينتقل في سن 12 أو 13 إلى مستوى أعلى يسمى بيت مدراش أو بيت مدراش حيث ينصى بدراسته في البدرسة فإن كان موهوبا بعدما ينتقل إلى بيت مدراش ممكن أن يروح للتعليم أعلى ويذهب مع البالغين يدرس التوراة في أوقات فراغه وبعد السنوات ممكن يدرس ويصير أحد الحكماء أو أحد رجال الدين إذا تمكن من الدراسة طبعا التعليم كان ضروري جدا يكون قايم على أساس الأستاذ لأنه هو المعلم الأساسي في تعليم وتلخين التوراة كون التوراة لم يكن في تشكيل كان إذن الشخص يحتاج إلى معلم الذي يتفر له فرصة التعليم الصحيح وبالفعل طبعا أني بتابع الشخص في دراسة ممكن يكمل لو كان أكبر بالعمر ويتكمل حتى يصبح متخصص أو حاكم حلقة اليوم قدمت صورة على أني همية التوراة في اليهودية المبكرة وكيف كانت توجد اهتمام كبير في الأدى بالحب لدرجة أنه قيل أنه لا يجوز أن يقف الطلاب دراستهم حتى لو كان لأجل بناء الهيكل وعرفنا أنه كمان يوجد كان هياكل أو مؤسسات تبدأ من بيت سفر ثم بيت تلميذ ثم بيت مدغاش لدراسة التوراة بمعنى الصفوف متتالية حلقة اليوم انتهت وأظهرت كيف هي مركزية التوراة في الحياة اليهودية قديما عند الأطفال شكرا جزيلا وعلى اللقاء في حلقة قادمة اشتركوا في القناة